اشتركوا في القناة هو ألف خمسة عشر ألف بيتا في الفرس ورجل ياباني قرأ القرآن في يابان فقال للقاري لأنه يقرأ آيو فاسر أنت تتكلم بكلامي قال إحنا ما تتكلم بالكلام الأول ضربات قلبي تزيد تتكلم بالثاني ضربات قلبي تذكر فقال الأول كلام الله والأخير كلامي ولذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لأرته خاشع مصدع من خاشد الله فكل إنسان كثير جدا يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يحرف كلمة عربية واحدة أكبر عالم أدوية في الدنيا هو لم يبلغ مبلغة النحل لأنه ما في عالم صنع دواه الله قال عنه شفاء إلا النحل شهادة من الله الله لم يقول دواه قال شفاء لا الفرق بين الدواه والشفاء أن الشفاء إذا أخذوا الإنسان طاب والدواه وسيلة للشفاء الآن في الهندسة دخلوا علم اسم التصميم والداخل أخذوا من النحل من طريقة أمل الخلية فطلع عن الشكل السداسي النحل لو عندها الإجيكشنة طلع عن الإبار سبحانه أنا أسأل طيب لماذا النحل بهذا هذا كله هذا التنظيم والدقة قال أنها أطاعة أوحي الله كيف الله أوحى إليها فأخذت بالوحي فلو أخذنا نحن بالوحي لكن أهدى من النحل وأوحى ربك إلى النحل فلو أخذنا نحن بالوحي لكن أهدى من النحل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حياكم الله شيخنا مرة أخرى نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وينفع بكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ شيخنا إن شاء الله هذه الجلسة بعبارة تذكر مع موضوع الإعجاز اللغوي في القرآن وأن القرآن الكريم من أوجه إعجازه أنه جاء باللغة العربية واللغة العربية لها أبواب وفيها تصانيف وفيها أنواع وكلها جاء بها القرآن الكريم العبارة تقول معجزة القرآن بلاغية لأنه نزل في زمن أهل الفصاحة والبلاغة لكن هل هذا اختزال أم هذا هو الوجه الأساس وهناك أوجه أخرى الحمد لله السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومنه تدابه داع أما القرآن نزل باللغة العربية فهذا صحيح واللغة العربية لها أقسام وصنف نحو وصرف عروض ثم قافية وبعد لغة قرض وإنشاء بيان خط مع محاضرة والاشتقاق لها الأذاب وأسماء وحينما يقولون الإعجاز في البلاغة هنا في اللغة العربية معانيها كلها وهذا ليس حصراً في أنه عجاز فقط في البلاغة لأنه العجاز له أوجه كثيرة لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون اللغة العربية هي اللغة هذا الكتاب الخاتم لأن كما يقولون والعلم الآن تحدث لأنها هي أم اللغات وأنها آخر لغة ستبقى وأنها أول لغة لأنه قالوا هناك اللغة لكي تعيش لا بد من توافر عوامل عندها فاجعلواها كأنها بعضهم شبهها بالشجرة وبعضهم بالكائن الحي قال أي لغة ما فيها لام أل الألف واللام بعضهم يقولون ألف واللام وعضهم يقولون لام أل البصريين يقولون لام أل والكوفيين يقولون ألف واللام والتفرق بين هذه الاثنين لأن العلماء البصرة قالوا أنت إذا قلت من لا تقول الميم والنون ما تقول من رد الكوفيين قالوا أنك لا تفصل الميم لكن يمكن أن تفصل الألف من اللام وبعضهم إذا ذكر في النظم يقول لام أل طيب قالوا هذه الألف واللام بالنسبة للغة هي تعتبر جذر اللغة ولذلك اللغة العجمية في الغالب ما فيها لام أل الاسم المعرف بلام أل يكتب يكتب هكذا لا يكتب بلام أل مثلا الفاضل يقولنا فاضل لا يقال الفاضل لا يقال فاضل فاللغة العربية فيها وهذا هذا قال بمثابة الجذر والميم تعتبر بالنسبة اللغة كالتربة هذا العامل الثاني نعم والباء اللي هي الجذع الشجرة هذا العامل الثالث نعم والضاد النقاع الشوكي والراء الروح والتنفس حروف المد والضماير هي الأقصان وهذه متوافرة في اللغة العربية هذا كائن حي متكامل ولذلك لا يمكن أن تفنى على الإطلاق لذلك هي محافظة لغة العربية محفوظة لغة العربية بالقرآن الكريم وهذا أعلى وكذلك محفوظة بالأشعار الناس من زمن الجاهلية الناس قبل نزول القرآن قبل نزول القرآن ولذلك الكثير جدا من الكلمات القرآنية وتجدها أحيانا في الشعر الجاهلي وليس بالضرورة أن ترد الكلمة في الشعر لذلك القرآن لأن القرآن على وبعضهم قال حاول ينتغس من القرآن قال كلمة قط إنما هي قطة من كتاب المصاحب هو ليس من المسلمين فسؤال الأول هل أنت مؤمن بأن القرآن من الله حتى تقول هل لك خطأ من الكتاب ولكن مع ذلك كلمة قط ورد في الشعر الجاهلي أبردها المتلمس في شعره ومن الشعراء الجاهلية وأبردها كذلك الحسان المثابت في شعره وأيضا شعر ساد كان شعره في الإسلام إذن القرآن معجز في بلاغته في لغته والدليل كما أنت أشرت في الحلقة الفائدة أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله طيب القرآن وضع الكلمة حينما يأتي بالكلمة ويضعها لا يمكن أن تنزعها بمكان لا يمكن أن تقوم كلمة في كتاب الله محل الكلمة الأخرى على الأطلاق إذا ذكر كلمة وحسب السورة قبل هذا نقول هذا الغرام محفوظ نعم وقد يسرنا القرآن للذكري هو محفوظ وهو كذلك حفظ لهذه اللغة طيب هنا القرآن محفوظ أنا أعليه دليل من كلام العرب أو من حيث اللغة من حيث النحب نعم ودليل من حيثه الرياضيات بالنسبة هناك معربة الأبجدية الحسابية الحساب الأبجدية الحسابية تبدأ بالصفير وتنتهي عند التسعة لا يوجد العدد في اللوجود خارج من هذه العداد مثل اللغة من ألف إلى أم لا يوجد تعالى الإطلاق وكل عدد من هذه العداد له معنى أي عدد إذا جعلت بسطه واحدا فهو كسر معدد واحد أي عدد والله واحد الله أكبر واحد تعني الوحدانية تفرد والإثنان الزوجية وذلك قال إذا قلت لا إله إلا الله لا تنطبقها إذا قلت محمد رسول الله انطبق لأنه خلق سبحان الله ثلاثة أول الجمع أربعة القيام والثبات أربعة عن القيام والثبات حتى إذا كنت اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكون أحمد أربعة أحرف محمد أربعة أحرف فيه استقرار وثبات خمسة طمأنينة من الصلاة الخمسة نعم وفيها الكلام كثير جدا ستة عن القطاء والستر ذلك الكفارات يبدل المضاعفة ستة ونستة السبعة التقطيع والسبعة هذه تحتاج حقيقة إلى حلقة كاملة ثمانية عن المبادلة ثمانية عن المبادلة نعم ومنها الثمن يعطيه ويأخذ مقابل وهناك العام سملة أزواج وذكرت مع النبات لأنه هنا تبادل بين الأعام والنبات الأعام تدل النبات تعطيه السمات وتعطيه الكربون تتنفس تطلس أن يكسر الكربون النبات يأخذ الكربون يرجع لها الأكسجين تبادل أيضا بين النبات تبادل بين الإنسان والحيوان تسعة الظهور وذلك تسعة لا تتلاشى إن ضربتها في أي عدد في اليوم لا تتلاشى طيب كيف نأخذ أن القرآن محفوظ طبعا هناك الدين الحامض النبي الحامض النووي نعم خمسة كربون أربعة أكسجين طيب نأخذ القرآن مجموعة محفوظ من عدد نفسه صورة الحجر بإجماع القراء تزعون وتزعون آية طبعا بعد أسماء الله الحسنى تزعون وتزعون آية طيب هناك نظاما مستقرة الأعداد تجمع الأعداد مع بعض نسموه المستقر مستقرة الأعداد جمعها جمعها مع بعض في لها طريقتان طريقة الجمع تسعة وتسعة ثمانية عشر نعم ثمانية واحد تسعة طيب هي الصورة الجفاء قولتها إن حنو نزلنا الذكرة وإن لولا حافظون وهي الآية رقم تسعة صحيح إذن لا سبيل إلا الذهاب بالقرآن أصلا هذا من حيث العدد هذا شاهد من ناحية العدد شاهد من حيث اللغة إن نحن نزلنا الذكرة وإن لولا حافظون أكد الله المبتدى والخبر إنا نحن بإن المبتدى والخبر بالله إذن القرآن هذا محفوظ إذا أتينا أن نترجم هذا كلب من أي لغة لن نستطيع هذا الجملة هذه الآية لن نستطيع بأي لغة لن نستطيع الترجمة لا تكون حرفية لا نلغة فيه فصاحة ولا بلاغته قد نحن حول المعنى لكن لن أترجم أنا أقول لك هم جاءوا يترجموا والمطلغات تربصنا وثلث سنة القرؤ نعم فلما ترجموها لقوا الرجل يتربص ولمعنى تتربص لن نفذ واحد ليس هناك تذكير وتعنيف في اللفظ نفسه حتى الحديث حتى السنة لا يمكن أن تترجم يمكن ترجم المعاني باللغة العربية حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والطهور وماءه حل ميته في الترجمة ما قالوا في الإنجليز الحديث لا تذكر ألم عمم الحيوان لا تذكر أمن ألم ولا تذكر أكل قال الحل ميته عندما تحصل لي الحل في الأكل فقط والمنفع الأخرى نعم صحيح هذه أشمل منفع الأخرى نعم حل في التوزيع التوزيع العلمي البحر دفوق جراد جراد البحر جراد البحر في جراد البحر فقط هذا الجراد فهنا فلا يمكن لا يمكن أن يجاري أحد القرآن باللغة التي نزل بها باللغة التي نزل ليكن أن يجاري أحد فهو من حيث البلاغة معجز ومعجز تماما في بلاغته معجز في ترتيب صوري بل معجز حتى في الرسم في الرسم هل تعلم الرسم المصعب ده نعم أنا أقول الرسم دفوق كتب قول لي فتوق كتب هو علم مستقل كتب من الأشياء التي اندهشت لها وقد لا يصدقه أحد نعم قالوا سليوام النجاح أو الرجل هو ألف خمسة عشر ألف بيتا في الرسم خمسة عشر ألف بيت إن صح أو لسح متل عن الرسم 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 رجز الرسم لا نظر الرسم هذا فيه حذف وفيه إثبات فيه حذف أحيان تجد حرف محذوفا وهان حرف مذبت نعم صحيح نعم أنت إذا في بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة مالكي ما فيها ألف ما مكتوب الألف ألف معمولة بألف صغيرة القراء عشرة أربع يقرؤونها مالكي أربعة العاصم والكساي ويعقوب الحظم وخلف العاشر فلو أن الصحابة كتبوها بالألف لسقطت قراءة ملك كلها ستكون مالك قراءة مالكي ما تقرأ مالكي أصلا أحيانا الحرف يضاف أو يحذف لشيء قد يتعلق بالإعجاز فليدعو ناديه سندعو الزباني سندعو ما مكتوب في هواو سرعة النداء وسواب نبى أي دن بيأين تبيز قدرة الله سبحانه سبحانه وتعالى إعجاز في الرسم حتى في الضبط القرآن علامات الضبط الموجودة في الغران هذه لم تأتي خبط عشواء علامات التي فيها في نهاية المصحف يأتي بيانها هنا السكون عبارة عن رأس خاء جميل في الرسم يكون كرأس الخاء ما أخوذ من ثلاث كلمات من خفيف والاسترح والجزم جميل قال إذا كتبناها كاملة ستكلفنا مدادا نختصر كتبوا رأس الخاء شارعا خفيف أو رأس الجزم وهذا في لغة العرب يسمى بالقطعة 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 يعني في كلام العرب إذا ممكن تقطع الكلام يكون بفهوما تقطع وهذا في شعرهم قال نادهم إذا ألجموا ألاتها قالوا جميعا كلهم ألافة لا تركبون قال ألاف واركبوا هذا يسمى القطعة في كلام العرب ولذلك قلنا نستفيد منها في الضبط إذن السكون إما رأس خاء من خفيف أو جيب من الجزم هو القطع أو من الحاو هو استريح المدى الملاحظة المد نعم هو عبارة عن خط هكذا ونازل هي كلمة مد قطعوا رأس الميم وقطعوا رأس الدال نفسها في شدة شد شين أبقوا رأس الشين وأخذوا النقاط نعم أخذوا رأس شين وبعضهم جعلها دال قال لماذا؟ قال لأن الدال ثلثاء الكلمة الدال ثلثاء الكلمة وما قال بشي أعطى حكمه فنجعل الدال عبارة عن شدة لأن شد شين ودال وضعفة وضعفة والسكون نفسه أحيانا بيعمله دائرة 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 الحسابة تكون دائرة صغيرة نعم لأنه خالي من العدد الضبط المصحف ما جاء هكذا حتى الضبط رسم المصحف ترتيب السور ترتيب الآيات يعني لا يمكن ما يمكن نقدم أخر في الصور على الإطلاق لأنه كل صورة الناظر إليها كل صورة هنا أشياء أشياء في القرآن بعضهم قال أنا ما كنت يعني عندي رأي في الإعجاز العددي ده يعني يزل بإجتشهاد العددي قال قال ولكن اقتنعته لما وقفت على بعض الأنواع العجاز شواهد دائرة قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يمكن في القرآن الكريم وأنه ممكن 63 سنة قالوا من أين استنبطتم هذا قالوا صورة محمد صلى الله عليه وسلم صورته في المصحف رقم 47 واربعين تمام 47 وصورة النصر اللي نعت الرسول صلى الله عليه وسلم 110 إذا طرحت عن 110 الباقي 63 في عمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب شيء آخر في ذكر الربي صلى الله عليه وسلم ذكر الموت في ثلاثة صور نعم أول صورة ذكر ذكر في أهل عمران أول كلمة ذكرت في أهل عمران أفئي ماته أو قتل أو قتل جميل الموطن الثاني في الأنبياء في الأنبياء أفئم متف هم الخالدون الثالث في الزمر إنكم إنهم ميتون ثلاثة صور طيب ثلاثة صور نعم في الترتيب في المصحف صورة العمران رغم ثلاثة والأنبياء رغم واحد عشرين أربعة عشرين والزمر رغم تسعة وتلاتين هذه ثلاثة وستين عمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر أيضا ذكرة الوفاة في صورة يونس في يونس نعم نعم وذكرت في الرعد وذكرت في غافر طيب يونس رغم عشر في المصحف الرعد ثلاثة عشر غافر أربعين قال أربعين عمره قبل الرسالة ثلاث عشر عمره في مكة العشر في المدينة هذه ثلاثة وستين سبحان الله هذه ثلاثة وستين في القرآن يعني طيب إذا نحن هل يستطيع إنسانا أن يبعل هذا بهذا الترتيب لا ممكن لا ممكن أصلا طيب فهيكون نتكلم عن العجاز في البلاغة هل البلاغة فقط بهذا الكلام الآن هذا أشامل لغة العربية كلها تماما رسما ومعنا وتفسير في نحوها في صرفها في بلاغتها في أدبه في كل شيء أديد الغرام متقدم القرآن طيب أنا أقول لك الشعراء حينما تكلم عن المرأة نعم يصف المرأة يتكلم عن تفاصيل جسمها لكي يصل على أنها جميلة طيب الله قال حور عين أنت تقول حور انتهى الكلام نعم والله هذه المرأة كان حور انتهى الموضوع خلص كلمة واحدة فقط يضربها المثل الشاعر ما يخلي يأتي بك كلمة بس عشان نسأل الله قال حور فقط انتهى الموضوع فهذا الكلمة بل اسم الجلال الله ورد في القرآن لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله في أي سور في سورة فعلم أنه لا إله لله لا أستغفر محمد محمد الرسول لله في سورة بعدها pieces فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد الرسول لله جوا ربعة كدا تتابع في السورة تماما تتابع في الشهادة تماما طيب روزة أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا إلا الله هل تعلم لا إله إلا الله حروفها هي حروف الله لا زيادة ولا نقصان حروفها هي حروف حروف لا إله إلا الله هي حروف اسم الجلال ما زاد حرف ولا رقص حرف ما جاء حرف من بن أليف ولا مهاء هل يستطيع أحد أن يأتي بأفضل كلمة وبحروف اسمه لن يستطيع أحد دالة على الله سبحانه وتعالى على أنه واحد سبحان الله جاء بحروف النفس حروف لا إله إلا نفس فالعجاز أوجه كثيرة جدا حيز اللغوي في القرآن من حيث اللغوي في ذلك اللغة حتى الناس حتى كان العرب الفطاحلة طبعا العرب كانوا الفصاحة والبلاغة والشعراء وكل شيء لكن عجزهم القرآن عجزهم القرآن تماما و في المفسرون في التفسير نعم أحيانا المفسر يذكر الكلمة فقط للتقريب لكن لا تعطيك المعنى مئة بالمئة للكلمة المذكورة لكلمة التي ذكرها الله لا يمكن لا يمكن أي كلمة في القرآن لا يمكن أن تكون كلمة أخرى مكانها بس في المعنى العام ولذلك الحذاق نفو الترادف قالوا لا ترادف لا ترادف أصلا نفوه الحذاق نعم إنما تقريب نعم واللغة العربية غريبة في الاشتقاق من المادة قال كلا تبدأ بالغين تعني الستر الغابة الغيب الغيابة الغمد الغمد في 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 الجيم والنون الغمر أو الغمر الشخص نعم أحسنت الجيم والنون الجيم والنون الجن تعال الاستثار الجنان نرى في الجنان تغطيط العقل الجنين في رحم أمه نعم صحيح والجنة نفسها وهكذا وهذه لا تتأتى في اللغات الأخرى لا تتأتى هذه الكلمة ولكن من العجيب في الأمر نعم القرآن يأتي بالكلمة يأتي بالكلمة أحيانا القارن للقرآن سيجعل أن هذه الكلمة لا مناسبة لها بما قبلها طيب إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسول ويرغي إلا هزوا طيب بعد الاستهزاء الله عز وجل قال خلغ الإنسان من عجل طيب على قد استهزاء بنصاله وخلغ من عجل العلاقة ما هي العلاقة ما هي العلاقة لا تبدو في البداية طيب لا تبدو لكن غال يقول إنسان طيب طالما هم استهزوا لماذا لم يعذبهم الله يقول لك ما تستعجل سنريهم الآية ما تستعجل سنريهم فهنا الاستعمال القرآن أحيانا الإنسان قد يبدو له أن هذا ما في تناغم بينه لكن هذا وهذا سببه كل الذين يقولون في القرآن هو جهل باللغة عدم المعرفة جهل باللغة جهل باللغة العرب إذن هذا شيخنا هذا يدل على أنه لا يمكن أن يحصر إعجاز القرآن للغة العربية في فصاحة والبلغة وتكون الحج أن فصاحاء العرب والبلغاء هم كانوا قوم النبي عليه الصلاة والسلام وهم من نزل لأن بعضهم أيضا يستدل بقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له نعم فكانت أبرز ميزة في القرآن الكريم قالوا الفصاحة لكن الناظر يجد أن في كل مجالات اللغة هناك إعجاز مختلف حتى ما تفضلتم به في الرسم هذا أيضا شيء آخر هذا باب آخر كبير هنا حتى اللسان القرآن ما ذكر اللغة ما كلمة لغة تذكر بكلمة لسان ذكرت لسان ونفسه هو من الإعجاز الآن الأساس في نطغة اللسان وكلمة لغة لماذا درجت هي أكثر كلمة لغة أصلا هي استعملها الناس الأصل يقول هي أصلها لغوة أصلها لغوة لغوة فلما فتحت جاءت اللواء وتفتحت وتحرك قلبت قلبت ألفا وجئة بالتالي للمبالغة أيوة أصبحت لغة اللغة قال هي من لغة إذا تكلم نعم لكن المهم الله قال لسان باللسان العربية واللسان عمدة في جهاز النطق يقول لك أقطع اللسان ما يتكلم ما يقول لك أقطع أي لا شفتين أقطع لسان ولذلك اللسان مخارج الحروف سبعة عشر في اللسان عشرة الأغلب في اللسان وسريع الإندمال جرح ببر وسرعة وما بيفتر لا يصاب عياء ممكن يتكلم أصلا اللسان لا يفتر أبدا وبعد ذلك هو خلف القضوان خلف الأسنان وخلف الشفتين لكن برضو عمل مشكلة عمل مشكلة فلذلك جاء التعبير باللسان لم جاء التعبير باللغة لسان وهو التعبير النفس وفيه عجاز لأنه فعلا هو أهم آلة في النطق يعني التعبير باللغة قاصر تعبير باللسان هو أشمل أشمل وليكن ما جاء بكلمة للغات حتى هناك واختلاف ألسنتكم وألوانكم 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 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح والعمين على قلبك بلسان عربي مبين نعم فتح الله عليكم شيخنا سؤال يا شيخنا والمستمعون ممكن يكون هذا السؤال في ذهن ما الآن أنا مسلم بسيط أقرأ القرآن ما هو انعكاس الإعجاز اللغة في القرآن علي أنا في إيماني وفي عبادتي في يومي فيما كلفني الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده أم هذا باب هو للمختصين يعني ينظرون فيه ولهم فيه زيادة إيمان لا أجدها أنا صحيح طيب أصلا أي إنسان يقرأ القرآن أو يستمع القرآن يؤثر فيه ولو لم يعرف اللغة حتى لو كان لعرف اللغة العرب أصلا التأثير موجود التأثير موجود والشبايد كثيرة جدا ورجل ياباني قرأ القرآن في يابان فقال للقاري أنت تتكلم لأنه يقرأ آية فسر أنت تتكلم بكلامين حينما تتكلم بالكلام الأول ضربات قلبي تزيد الآيات عندما يقرأ الآيات تتكلم بالثاني ضربات قلبي تذكر التفسير نعم فقال الأول كلام الله والأخير كلامي سبحان الله ولذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لأرته خاشع مصدع من خاشر فكل إنسان كثير جدا يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يحرف كلمة عربية وحدة لا يمارس العربية لا تكلم بالنسبة للإعجاز في زمن التنزيل كان الإعجاز بياني بياني بعد الله سبحانه وتعالى يعلم حال البشر إلى قيام الساعة فجبع بعد ذلك آيات الكونية آيات الحكام قليلة أكثر قرآن آيات الكونية ولذلك حينما أتكلم الله عز وجل عن الوحي وعن جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بآيات الكونية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس لذلك أقل إنه لقول لنسول كريم هناك ولا أقسم بمواقع النجوم نظر على الماضي إنه لقرآن كريم آيات الكونية نعم والغثم بالآيات هذا وهذا إعجاز لأهل العلم لأهل علوم الكون بمختلف مشاربهم وتقصاتهم هذا إعجاز بالنسبة لهم فعالم العالم في مجال الوراثة أو مجال العلم الأجنة هناك في القرآن إعجاز العالم في مجال النبات التربة نعم التربة في مجال الحيوان أو الانتاج الحيواني في أي مجال سلك والإنسان العقرآن معجز بالنسبة له وبين هذا الإعجاز بأوضح عبارة باللغة عربية متينة نعم النسف مختلفة ما استطاعوا إلى الآن يقلقوا خلية ما استطاعوا يقلقوا لنا خلية ما استطاعوا خلق الخلية لن يخلقوا ذواء ولن يجتمعوا له وهنا ما في شيء ذكر في القرآن إلا من وراء ذكر حكمة وندا من أقول للناس أكبر عالم نعم أكبر عالم أدوية أكبر عالم أدوية في الدنيا هو لم يبلغ مبلغة النعل لأنه ما في عالم صنع دوا الله قال عنه شفاء إلا النعل شهادة من الله فيه شفاء من شهادة من الله هي أكبر عالم فارمكولوج إذن أكبر عالم أدوية شهادة من الله الله لم يقل دوا قال شفاء لا الفرق بين الدوا و الشفاء إن شفاء إذا أخذ الإنسان طيب Bruno هm في مجال الهندسة دخلوا علم اسم التصميم الداخلي و أخذوه من النحل من طريقة أمل الخلية فطلع عن الشكل السداسي النحل عندها الإجيكشن تضع عن هذا الإبر كانت في ذيناس كانت الماسكولار النحل عندها لبن الملكة أقل الشيء أو البعض عندها خبز الملكة أكبر شخصية أمن وعندها بطاقات سبحانه أنا أسأل طيب لماذا النحل بهذا كله؟ هذا التنظيم والدقة قال أن أطاعة أوحي الله كيف؟ الله أوحى إليها فأخذت بالوحي آه عجيب فلو أخذنا نحن بالوحي لكن أهدى من النحل وأوحى ربك إلى النحل فلو أخذنا نحن بالوحي لكن أهدى من النحل الله أكبر في شيء آخر نعم في صورة النحل نفسها الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان بعده ذكر الحيوان بعده ذكر النحل طيب الله قال على الأنعام نسخف مما في بطونه طيب وهنا النحلة تأخذ من الرحيق وتصنع لنا عسلا إذن الأنعام حولت هذا النبات الصعب المر إلى لبن والنحلة حولت هذا الرحيق الجميع أيضا إلى عسل ماذا فعل الإنسان صاحب العقل حول الشيء الجميع إلى شيء سيء أخذ العقل وكفر به أخذ العنب أخذ العقل وكفر ووضع بين هذين الأثنين نقول لك لنعام بلهم أضل الأنعام أتتنا باللبل بالنعم أتتنا باللبل وهذا أتتنا بالعسل لأنه أخذ الأشياء الطيبة أفسدها والله هي أصلحة الأشياء الأصلا ما مستساقة والإنسان نفس الأشياء المستساقة أصلا هذا وجهك لنعام بلهم أضل لهم أضل فهو وضع بين النعام وبين النحل بين النعام وبين النحل لماذا أفسد في الأرض لأنه لا أخذ بقدره فهذا كالنعام ولا أخذ بوحي الله إليه كما فعلت النحل ولذلك يصير التمر والعنب الخمر أفسد أشياء الطيبة ووضع بين الاثنين بين الاثنين بين هذين نعم فأصل ما في شيء ذكر في القرآن إلا من وراء ذكره حكمة نعم فما يقول عنه والله أنت عالم بكذا عند حشر أعلم منك أعلم إذا أقول لك الهدهد صحفي مبارع وفي الوقت نفسه مهندس المفصلين قالوا كان مهندس في إيجه السليمان وداعي أيضا لأنه في قناة الكساي ألا يزجدوا أي ألا يزجدوا ألا يزجدوا ده هدهد دعاهم للسجود هدهد نعم نعم والعجيب في الأمر حتى في صورة النحل قالوا ترتيبة 16 في المصحف وهو عدد كرموسامات النحل 16 حال الله كذلك رغم العنكبوت وهكذا نعم فأي إنسان أي إنسان في مجاله في العلوم التطبيقية أو التجريبي أو العلوم الإنسانية هو هو حقيقة المتحد من الطرف التي مرد به نعم قالوا ثلاثة من الطلاب طالب في مجال الفيزياء وطالب في مجال الكيميا وطالب في مجال العلوم الإنسانية أعطوا كل واحد باروميتر لقياس برج قالوا طالب الفيزياء ألقى بالباروميتر من أعلى البرج وقاس المسافة التي قطعها وبعملية نسبية أتى بطول للبرج طالب الكيميا ألقى بالباروميتر بقوله ده ألقى بالباروميتر من أعلى البرج بل قاس دقت الغازات في أعلى البرج وطالب الكيميا صعد للأعلى نعم أتى بطول طالب الرياضيات قاس ظل المارميتر ظل البرج أتى أيضا بنسبة وكلاهما فشلوا في الوصول إلى طول البرج من ومن فشل كلهم طالب الرياضيات والكنف فشل الثلاثة ونجح طالب العلوم الإنسانية لكن بأي حيرة النجح ذهب واشترى أقوس من الخمر وأتى بها لحارس البرج ليخبره بطول البرج ويخبره بطول البرج ما تعيب أصلا تحايل لا تحايل استخدم الهندسة الاجتماعية أحسنت فهو هنا هنا لكن هو وصل للحقيقة لكن لكن وصلها بمكر وصل لها بمكر نعم وصل لها بمكر الآن الآن أولئك استعملوا شقلوا العقل وتعبوا لكنهم لم يصلوا إلى النار فأنا أقول الإنسان مهما بذل الجهد هو هو محتاج إلى من يهدي إلى الحق وإلا كانت نفسه ربما نعم إلا هدي إلى الحق فمهما وصلنا إلى نتائج مهما كانت في نظرنا أنها حقيقة لا بد من الرجوع إلى القرآن الكريم لأنه بالذات الكلام في مجال الخلق الخلق الله قال ما أشهدتم خلاص من الأرض ولا خلق أنفسهم إذن أي كلام عن هذه الأشياء بيحتاج أنك ترجع فيه للقرآن الكريم يؤخذ من الله من الله لا يؤخذ من غيره نعم من الله سبحانه وتعالى إذن شيخنا القارئ للقرآن المسلم البسيط ليس متخصص في اللغة العربية أيضا يمكن أن يستفيد يتأثر يبكي 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 يؤثر مباشر على فوادي لأنه من المخاطب هو الله الله هو المخاطب والقطاب من الله يؤثر حتى في الخلايا في الخلايا يؤثر لأنه المخاطب الله عز وجل إنما هو الإنسان حينما يقرروا أرغان إنما تكلم بكلام الله عز وجل ولذلك يؤثر لأن الله ألاعلم من خلقه هو الرطيف والخبير فهو مؤثر نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء كذلك ليس بالضرورة أن يكون يفهم ما يسمع حتى يحصل له الشفاء نعم وهو مأجور على ثلوته مأجور حتى ورد في الخبر أنه إذا الإنسان استمع لآية له حسن مضاعفة إذا استمع نعم وإذا قرأه هو بنفسه نجته من النار سبحان الله نعم إذن شيخانا هذه الاستفادة لا تقتصر فقط على مجرد السماء أو حصول الشفاء أو حصول التأثر المسلم أيضا البسيط يمكن أن يستفيد من إعجاز القرآن هذا أولا في ثباته ويقينه ويعلم أن هذا القرآن من كل هذه الأوجه في الإعجاز هو كتاب الله سبحانه وتعالى وباقي ما بقيت ما بقيت الدنيا ولأنه هو الكتاب الباقي جعله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي الباقي كما تفضلت شيخنا ببيان أن هذا اللسان هو الباقي حتى الآن كل المؤشرات الحاضرة تشير إلى بقاء الناس أو وجوعهم إلى هذه اللغة اللغة الأم طيب شيخنا أحسن الله إليكم آية أخرى قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني هل هناك وجه إعجازي لغوي هنا كون القرآن متشابه كونهما ثاني نعم هو متشابه هناك في متشابه هناك المتشابه في الجمال متشابه في الجمال في جماله في بلاغته في فصاحته في نظمه في كل شيء التشابه ليس في الترادف لا ليس بمعنى الترادف مثلا لأن القرآن فيه متشابه فيه محكم فيه متشابه وفيه محكم المحكم المتشابه كله في المعنى العام متشابه في الجمال في النظم في كل شيء في عجازي بلاغته أما في متشابه هذا استأثر الله جل جلاله بعلمي ذكروا منها الحروف المقطعة نعم ما وصف الله جل جلاله به نفسه وهكذا نعم ففيه متشابه لأن هناك فيه الليلة هناك يتمون ما تشابه منه نعم ما المخصوص في كل الآيات إنما الآيات التي استثن الله نعم وأما وأما كلمة في هذه الآية التي قلتها في صورة الزمر إنما تشابه في قلت كما قلت في نظمه في جماله في فصاحته في بلاغته في هذا وهو أحسن الحديث وصفه سبحان أحسن الحديث أحسن الحديث وكونه متشابه نعم ما في الحديث الحديث الذي يؤثر أكثر حديث هو القرآن طيب عندما تلاحظ أي نظم نظمه البشر إذا تكرر ما له الإنسان ما له صحيح صورة الفاتحة تقرأ كم في اليوم صورة الفاتحة يعني خلاص إذا فقط في الفرائض إذا حصلنا على الفرائض فقط تقرأ في اليوم سبعة عشرة مرة نعم هذا الفرائض لون النوافل ما ملها أحد سرا وجهرا ما ملها أحد كلام البشر يمل أي قام صحيح يمل لكن كلام الله لا يقلق على كثرة الرم النساء لا يمله أبدا سبحان الله نعم وهذا نفسه هذا نفس يدخل في مجال في مجال الإعجاز يدخل في مجال أن هذا كلام من خالق الإنسان ومن أحسن من الله الحديثة نعم فمثانية تقشعر منه جلد الذين أقشعوا ربهم تقشعر حينما يجد آيات العذاب تقشعر حينما يجد آية الرحمة يطمئن لأن الأصل الغران بضع الإنسان بين الخوف والرجاء نعم حتى لا يقترب ولذلك قالوا تربية الغران تربية فريدة جدا قال الإنسان إذا بحث قرأ آيات أهل الجنة يجد نفسه وليس معهم كانوا قليلا من الليل ما يجعون ولأسعارهم يستغفرون وكذا وكذا إلى آخر الآيات ولأسعارهم يستغفرون إلى آخر الآيات وإذا قرأ آيات النار ينسوا معهم لم نكن من المصليين ولم نكن من المسكين وكنا نكذب وكنا نقود مع الخائضين وكنا نكذب معه حتى أتانا اليقين نفسه ما هو بالغ طيب أين هو إذن قال إن وجد نفسه مع أهل الجنة اختر ونفسه مع النار الأصابه ليأس فيكونوا بين القوف والرجع يكون بين الخوف والرجع يرجو أهل الجنة وعملهم ويخاف عذابهم الإسلام يحض لا يهمل أحدا حين قال لو علم المؤمن ما عند الله من عذاب ما طمع بجنة أحد سبحان الله خلق ذكر المؤمن ذكرت النار مع المؤمن ولم يعمل الم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من جنة أحد سبحان الله ذكر الرحمة مع هذا لتحضوا على الدخول في الله وذكر النار مع ذلك لكي لا يقتر لكي يتمنعهم من الارتراف لكي لا يقتر نعم وهذا والله سبحانه وتعالى علم لكن القرآن الحقيقة تربية تربية فريدة والقرآن يخاطب الإنسان لأن الله لعنى ما قال أخبرته الخبير يخاطب في الإنسان أشياء يعني هو 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 لا يلقى نفسه تلقائيا تجاوب أنه متوافق مع فطرته تلقائيا نعم 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 الله يخاطبه دواخل يخاطب دواخل الإنسان نعم لا يعلم جل جل من الشواهد شيخنا قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه نعم فمن المعاني التي مرت لا يكلف الله ما دام أنه كلفنا فهذا يعني أن هذا التكليف في وسعنا صح وهذا الكلام لذلك أنت لو تلاحظ منك ربا لا تأخذنا إنسي قطعنا نعم لو تحملنا ما نطقتل لذا قال إذا شي جاء التكليف جاءك ما من أراتك أنت الله بعينك أنا قلت تقول لا تحملنا ما رضغت لنا نعم لا تحملنا ما رضغت لنا أنا استعنى بالله في هذا التكليف نعم لا تحملنا ما رضغت لنا إذا شيخنا لو كان هناك خلاصة ترى أن هذه الخلاصة تفيد المسلم في تلمس الفائدة من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ماذا ستقول يعني وهذا أنا أوصي نفسي لأنه أنا في حاجة أيضا إلى هذا نحن إذا أردنا نعم هذا الكتاب نعم وأردنا العزة والرفعة وأن سود لا بد من من اهتمام باللغة العربية الاهتمام باللغة العربية باللغة العربية مهم قالوا كان كتاب كتب وكان الكتاب كان ممنوع التداول من قالوا السر التقدم المسلمين هو كانوا يهتمون باللغة العربية فلما هم لد وأخروا إلى هذا الضعف سبحان الله تماما فإذا أردنا أن نرجع إلى هذه اللغة العربية زمان كان في المدارس قديما أول حصة تدرس كان حصة الدين بداية اليوم بعدها اللغة العربية مباشرة بعدها الحساب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحزبان لأن من أتقن العربية أتقن حتى اللغات الأخرى من أتقن العربية أتقن حتى يتقن اللغات الأخرى فأنا وصيتي لنفسي لمن يستمع إلي لأن الآن كثير من الناس من غير العرب أصبحوا يطالبون تعليم اللغة العربية لأنها هي اللغة الباقية حتى في المصطلحات العلمية يعني نحن نقول للطالب قلب قلب القلب لأنه يتقلب أفصله لكارديو كارديو مجرد مضخة كارديو مجرد مضخة وخلاص انتهى الموضوع لكن هذا نقول للقلب هذا يوافق العلم والكلمة التي اختارها الذي خلق جل جلاله نعم فمعرفة اللغة العربية مهمة جدا والاهتمام أيضا بالأشعار الشعر الأشعار مهمة جدا الشعر يحمل في دواقله معاني كثيرة جدا وفيه فصاحة وفيه بلاغ وأشعار كثيرة في هذا الشعر فالمهم جدا أن نهتم باللغة العربية ونعلم أطفالنا من الصغر علمها أطفالنا ما تقول بذخيرة لغوية تفيده هذا سيساعد مساعدة مباشرة في فهم القرآن وفي استعابه وحتى في استعاب العلوم الأخرى اللغة العربية ساعدت في ذلك نعم إذن اللغة العربية كما تفضلتم شيخنا كانت هي النقطة التي منها بدأ انحدار في كثير من مهلومات المسلمين صحيح وكلما ضاقت اللغة إذا تركوها نعم سبحان الله حتى ضيق الصدر نعم سبوا ضيق اللغة كلما تسعت اللغة تسعت الصدر سبحان الله وتسعت الأخلاق كلما ضاقت ضاقت الأخلاق عجيب نعم إذن شيخنا ونحن نرخص الآن ما تفضلتم به القرآن الكريم كتاب معجز من عند الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين وكان في هذا اللسان العربي مبين إعجاز للقوم الفصحاء البلغاء من ناحية الفصحة والبلاغة وكان الإعجاز المتصدر في ذلك الزمن إعجاز البياني كما تفضلتم ثم مع امتداد الزمان وضعف اللغة العربية وتداول المسلمين لها ظهرت أوجه الإعجاز الأخرى من البلاغة إلى الرسم والكتابة كذلك أيضا شيخنا تفضلتم بأن أوجه الإعجاز لا تقصف فقط على المختصين وفهمها وإنما المسلم البسيط يستفيد مباشرة بتأثره بدنيا وصحييا ونفسيا بما يقرأ عليه وما يقرأ أيضا حتى يدخل في تأثر أكبر ومعرفة بالإعجاز لا بد أن يرتبط باللغة العربية فإذا خلاصات هذه الثلاثة فهي خلاصات كبيرة بأن الإعجاز لا يقتصر فقط على البلاغة اللغة في القرآن كذلك أيضا لا بد من معرفة اللغة العربية وأن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وبحفظ القرآن تحفظ اللغة العربية واللسان العربي يزاكم الله خير شيخنا أستاذ الدكتور على ما تفضلتم به وكان هذا تطوافا جميلا عرفنا به شمول القرآن واللغة العربية في الحلقة السابقة وهذه الحلقة ونسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته ويفيدنا من كتابه بارك الله فيكم شيخنا نفعل الله بكم أحسن الله بليكم اشتركوا في القناة